السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان أحبار وعلماء اليهود بارعين في كتمان الحق فكتموا نعة وصفة نبي آخر الزمان عن عوام الناس فاستحقوا من الله الوعيد بالعذاب الأليم ونزل قول الله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك العذاب الذي استحقوه بأن الله تبارك وتعالى نزل كتبه على رسله بالحق المبين فكفروا به وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لفي شقاق بعيد نعم بالتأكيد هم في خلاف ونزاع بعيد عن الحق والصواب والرشاد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن كان الحديث في هذه الآية عن التوراة لكن الكتاب اسم جنس لكل كتاب منزل من عند الله فكل من كتم الحق من اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم لا في شقاق بعيد سبحانه لا يأمر إلا بالحق لأنه الحق والحق لا يغالب ولا يقاوم والحق واضح والحق أبلج والباطل لجلج والحق أحق أن يتبع وإن الذين اختلفوا في الكتاب تشمل كل من كتم الحق المنزل في الكتاب بالتبديل والتحريف والتأويل بتأويل فاسد وباطل يوافق أهواءهم فاختلف اليهود والنصارى في صفة عيسى عليه السلام واختلف اليهود والمسلمون في صفة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما نسمع على المنابر حديث ضعيف لا يصح وهو اختلاف أمتي رحمة والاختلاف لا يكون رحمة أبدا فالله عز وجل دائما يدعو للإئتلاف والاجتماع واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرق وانظر جيدا لحال الأمة الإسلامية لتتأكد أن اختلاف الأمة ليس رحمة ولكنه نقمة فدعك من الشقاق وتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبنهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين بإحسان إلى يوم الدين جزاكم الله قيلا جزاكم الله قيلا